السلام عليكم مرحباً أستاذ ياسر محمد نجيب في هذا الفيديو سنقدم لكم الفيديو الخمسطاشر من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت وورد وفي هذا الفيديو سنقدم لكم الجزء الثاني من كل ما يتعلق بتنسيق الصفحة من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب سنبدأ في الفيديو تابع أننا نرى حاجتين في تنسيق الصفحة الحاجة الأولانية هي رأس وتزييل الصفحة عشان تدخل على رأس وتزييل الصفحة قدامك اختيارين الاختيار الأول بأنك تدخل على رأس الصفحة تيجي في بداية الصفحة كده وبعدين تضغط نقرتين خارج الحدود بتاعة الصفحة هتلاقي بأن رأس وتزييل الصفحة فتحت أو الهدر والفطر فتحت وهنا ساعتها هيوقف تنسيق بتاع بقية الصفحة هتغط براها عشان يقفل لي الهدر والفطر ممكن تدخل لها في الطريقة التانية عن طريق انسيرت ومن خلال انسيرت انك عايز هيدر او فطر عايز تكتب ايه بالزبط او عايز تعمل ادت على طول في الهيدر او الفطر فتبدأ انك هيدخلك على الرأس وتزيل الصفحة الاتنين بيتفعلوا في نفس الوقت نفس الفكرة هتاخد بالك بأن رأس وتزيل الصفحة بيبقى له هوامش انا هبدأها من اليمين بكنترول شفت يمين لو انا بعمل الملف بتاعي عربي لو انا عايز الهوامش بتاعتي انجليزي بعملها كنترول شفت شمال فبستخدمها في الشكل اللي كانت موجودة عليه انا دلوقتي علشان ابدأ في الهيدر والفطر الهيدر والفطر ديت فكرتها فكرة بأن في حاجات انت بتعملها في كل ملف الحاجات ديت ثابتة على سبيل المثال ان انت لو انت عايز تكتب قصة فبتقول مثلا قصة علي مبارك اللقاء في الحالة ديت لو انا خرجت برا الهيدر والفطر لو انا ضغطت انتر ودخلت على اي صفحة هتلاقي عندك بأن في ثلاث صفحات بدأت بأنه بشكل تلقائب يكتبنك الحاجة اللي انت كتبتها في الهيدر والفطر في المحتوى بتاع الصفحة بين غير ما يدخل في المحتوى الاساسي للصفحة فهنا دلوقتي الهيدر والفطر انت هتشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تكتبها او ايه الحاجة اللي انت عايز تقدمها وتخليها كتوقيع لك او كرغم صفحة او اي حاجة انت عايز تكتبها في رأس الصفحة او تزيل الصفحة اللي هو الجانب العلوي من الصفحة او اللي احنا بنسميه رأس الصفحة تزيل الصفحة اللي هو بيبقى عبارة عن الجانب السفلي من الصفحة او اللي هو هنا بيسمه لك الفطر ورأس الصفحة بيسمها لك الهدر. طيب في مجموعة من الحاجات دلوقتي هو بيخترحها لك بأنك ممكن تكتبها في الهدر والفتر على سبيل المثال هو بيخترح لك بأنك تعمل أرقام صفحات واللي احنا هنشرحها في الفيديو هاية التالية بإذن الله بيخترح لك بأنك ممكن تضيف في تاريخ الملف أو وقت الملف ممكن تضيف معلومات عن الملف زي من اللي كتب الملف أو اسم الملف ايه أو آآ مصار الملف ممكن تضيف صور ممكن تضيف مجموعة من الأمور داخل الهدر والفتر دايماً بفضل بأني أشتغل في الهدر والفتر بشكل طبيعي وبأنك انت اللي تصمم ايه اللي انت عايزه يكون موجود عندك في الملف على سبيل المثال انا هدخل مسلاً اقول له ان عايز اضيف صورة واخترض الصورة انا جهزتها مسبقاً هجهز الصورة ديت بالشكل ده هتلاحظ بأن الصورة ديت اصبحت عندي في رأس كل صفحة ممكن ايجي في نهاية الصفحة وبعد كده اقول له انا عايز ادريك كمان صورة وابدأ بقاني احط الصورة اللي انا عايزها فهتبقى الصفحة بتاعتك موجود فيها الصورة اللي انت عايزها هنتكلم بعد كده عن تنسيق الصور ازاي تقدر تنساها ولكن احنا حالياً بندرب مثال عن رأس وتزييل الصفحة طيب انا دايماً بفضل بأنه في رأس وتزييل الصفحة انك تصمم التصميم اللي انت عايزه بمعنى انا دلوقتي ممكن بقاني ادخل على رأس وتزييل الصفحة وبعدين ايجي اقول له انسيرت ومن خلال انسيرت هقول له انا عايز مثلاً خط وبعد كده هقدر بقاني اعمل الخط ده وايجي على الخصائص بتاعت الخط ده هكبر الخط بتاعي بالشكل اللي انا عايزه بعد كده هتختار التصميم اللي انت عايزه في الخط واللون اللي انت عايزه انا دلوقتي جهزت الكلام بتاعي لو انا كتابت دلوقتي هتلاحز بقان الكلام اه مش هيبقى واضح من الخط ممكن بقانك تتلعب معه بقانك تجيب الخط اسود تماماً ما يكونش في الخط الابيض ده وبعد كده تقول له اني عايز اللون بتاع الخط لون ابيض اه فساعتها هيظهر الخط بتاعك ولكن دايماً الافضل ليك بقانك تستخدم من قيمة انسيرت مربع النص وتبدأ بقانك تحط مربع النص اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه فيه التصميم على سبيل المسال انا هاجي في مربع النص ده وهقول له قصة طموح جارية هتحكم في مربع النص بالشكل اللي انت عايزه بعد كده هدخل على حدود مربع النص وهلغي الخط بتاعه هتلاقي بقى النص بتاعك ظهر بالشكل ده بتقدر بقى بقى انك تنسى الخط زي ما انت عايز تخليه عريب تخليه بخط تاني تخليه بلون تاني بالشكل اللي انت عايزه انا ممكن اكتب في الشكل ده وممكن الغيه وابدأ بقى اني انسخ الاعدادات بتاعتي فيه الشكل ده بعد كده ابدأ مثلا بقى اني عايز اقول له الفصل الاول هضغط خارج الهيدر والفوتر او بقى اني وانا داخل الهيدر والفوتر ممكن اضغط كلوز هيدر عند فوتر ولكن دايما لطريقة الاسرع عليك في التعامل بقى انا كتضغط خارج المنطقة طيب انا دلوقتي لو انت هتلاحظ بقى اني انزلت على اي صفحة هتلاقي بقى ان الكلام بتاعي موجود خلاص سابت عندي بقى ان انا شغل دلوقتي في ملف قصة مهجرية الفصل الاول طيب انا عايز بقى اني اعمل الفصل التاني الفصل التالت الفصل الرابع مع اختلاف الصفحات انا مش هسغل الملف كله فصل واحد تقدر بقى انك تخلي ملف فصل واحد وبعد كده تشتغل على ملف دي كومنت اتنين وبتخليها الفصل التاني ولكن في الحالة ديت انت هتتعب نفسك ساعة الطبعة طب انا دلوقتي اعمل ايه في حاجة عندك في الورد اسمها فواصل الصفحات انا دلوقتي عايز اعمل فاصل في الصفحات علشان يفصل لي ما بين الفصل الاول والفصل التاني والفصل التالت في نفس الملف طيب هعمل الحتات ازاي هدخل على بعد كده من خلال قيمة البريكس هتاخد بقى انك عايز تعمل بيج او عايز تعمل النيكست بيج او عايز تعمل لكزا انا هعمل مسلا النيكست بيج بعد كده هنزل على النيكست بيج هتلاقي بقى النيكست بيج مربوطة بالصفحة السابقة لها انا هاجي دلوقتي مسلا على الصفحة التانية وهلغي ارتباطها بالصفحة الاولى لو انا دلوقتي جيت وقلت هنا ان ده الفصل التاني هتلاحظ بان الصفحة الاولى زي ما هي لانه لغى الهدر والفوتر المربوط ما بين الصفحة الاولى والصفحة التانية ولكن الصفحة التالتة هتلاقيها معمولة زي الصفحة التانية لان الاتنين دول يزالوا مربوطين ببعض طيب انا الفصل التاني اخد من الصفحة التانية والتالتة هتغط انتر عادي لغاية لما الصفحة الرابعة. في الصفحة الرابعة هدخل على هيدر والفوتر. هيجي على اللي قوت برضو زي ما عملت. من خلال قائمة بريكس. هقول له نيكست بيج. هدخل على هيدر والفوتر. بعد كده هشيل ارتباطها بالصفحة اللي غاتت. او الصفحة السابقة ليها. وهكتب هنا الفصل الثالث. لو تلاحظوا دلوقتي. هتلاقوا بان اول فصل معمول له هيدر مختلف الصفحة الاولانية معمول لها هيدر وفوتر للفصل الاول. الصفحة التانية والصفحة التالتة معمول لها هيدر وفوتر للفصل التاني. الصفحة الرابعة معمول لها هيدر وفوتر للفصل التالت. تقدر تصامم التصميم اللي انت عايزه فيه الهيدر والفوتر علشان تقدر انك توصل للفكرة اللي انت عايزها. في افكار تانية ممكن تستخدمها الهيدر والفطر على سبيل المثال انك تعمل شكل اعمل فايل جديد. انا دلوقتي ممكن ادخل اعمل شكل على سبيل المثال انا هدخل على الانسيرت والشيبز واخد الشكل ده. بعد كده هبدأ اعمله على الصفحة. واختاره بان يكون فاضي متفرر ما هوش متلون. بعد كده هاخده وادخل على الهيدر والفطر والزقه. بعد كده احط الشكل بتاعي بشكل منسخ. لو انا اضغط خارج الهيدر والفطر هتلاقي بان دلوقتي الشكل ده اصبح في المساحة الخلفية عندك في الهيدر والفطر. ده في حالة لو انت عايز تعمل شكل محدد مثلا ما هوش موجود عندك في الدزاين بتاع الحدود بتاعت الصفحة اللي احنا شرحناها قبل كده. تقدر بقى انك تستخدم الهيدر والفطر بالشكل اللي يناسبك. وما تنساش بقى انك تستخدم فواصل الصفحات علشان تفصل ما بين الهيدر والفطر في حالة لو انت عايز هيدر وفطر مختلفة. لو انت مش عايز هيدر وفطر مختلفة ما تفعلش في وصل الصفحات. بكده نكون انتهينا من الجزء ده. بنشكروا لحضراتكم ونتمنى لحضراتكم كل التوفيق. ونتمنى تشرفونا بالاشتراك في الخناة.